السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام عليك ان تتعامل مع الحياة كما هي وليس كما تتمنى بطلنا النهاردة هو شاب ايراني بيدخل السجن بسبب الديون وفي يوم بتجيله فرصة يسدد بيها ديونه لكن بطريقة غير قانونية فيطرى هيتصرف ازاي وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع رحيم سلطاني وهو خارج من السجن وبيروح يزور جزء اخته حليم وبيسلم عليه وبيسأله عن اخبار اخته ميلي فبيقوله ان ميلي بترهق نفسها جدا في شغل البيت لدرجة انه جالها التهاب في الاعصاب وبيشكره رحيم انهم مخليين بالهم من ابنه وهو في السجن وبيقوله انه خارج من السجن لمدة يومين بس وهيرجع تاني وده لان نظام السجن في ايران بيسمح للسجناء انهم ياخدوا اجازة علشان يزوروا عيلتهم بس القانون ده مش بيتطبق قرع على حالات فردية من السجناء اللي بيكونوا مش خطرين على المجتمع زي اصحاب الديون وغيرهم وبعدها بيطلب رحيم من حليم انهم يروحوا يتكلموا مع بهرام لانه هو اللي دخلوا السجن وبيعرفوا رحيم انه هيعرف يتصرف في الفلوس اللي اخدها من بهرام ويرجعه له وبيتفقوا مع بعض انهم يجيبوا الفلوس بعد الظهر ويروحوا يقابلوه وبعدها بيروح رحيم يقابل حبيب تماريم وبيعرف منها انها لقيت شنطة واحدة ستة في الشارع وكان فيها 17 سبيكة دهب وبتقوله ان دي فرصته انه يبيع الدهب ويسدد الديون اللي عليه وبياخد منها سبايك الدهب الصغيرة وبيروحوا علشان يبيعوها لكنهم بيلقوا سعر الدهب انخفض جدا وانه حتى لو بعوها مش هتكمل الفلوس بتاعت بهرام وبعدها بيروح رحيم يزور اخته في بيتها وبيقعدوا يتعشوا سوا وبيلاحظ رحيم ان ابن سيواش متضايق منه ومش عايز يتعامل معاه وبيعرف كمان ان طلقته هيلين هتتجوز وبيعرف من حليم ان بهرام اتصل بيه وعاوز الفلوس تبقى عنده الصبح علشان يتنازل عن القضية بتاعته وبعدها بتروح ميلي تتكلم مع رحيم وبتقوله انها شافت شنطة مش بتاعته وفيها قطع الدهب وانها عرفت انه عاوز يبيع القطع دي ويسدد بيها ديونه وساعتها بتقوله انه باللي هيعمله ده هيرضي بهرام لكن ربنا هيغضب عليه وساعتها بيحس رحيم ان ضميره صحي فجأة ومش عاوز يعمل حاجة حرام وبيروح يعرف ماريم انه مش هيبيع الدهب وعاوز انه يرجع الدهب لصحبته وتاني يوم بيروح يعمل اعلان عن شنطة مفقودة فيها سبايج دهب وبيطلب من صحبة الشنطة انها تتصل على رقم السجن لانه هيرجع له بكرة علشان تتواصل معهم ويساعدوها تاخد دهبها وتاني يوم بيرجع رحيم للسجن وبتعرفوا المأمورة انه جالوا مكالمة وبيروح يشوف مين اللي بيتصل بيه وبيلاقيها واحدة اسمها لاتين وبتعرفوا انها صحبة الشنطة فبيطلب منها تروح لاخته البيت علشان تاخد منها الشنطة وبيديها عنوان بيته وبالفعل بتروح لاتين لاخته وبتعرفها انها صحبة الشنطة وان الشنطة وقعت منها لما كانت في البس وبتفضل تعايت وتقول لها ان الدهب ده شقة عمرها كله وساعتها ميلي بتديها الشنطة وبتركب لاتيني التاكسي وبتمشي ولما بتعرف الشرطة باللي حصل بيبلغوا الصحافة وقرروا ساعتها انهم يعملوا لقاء صحفي مع رحيم ويشكروه لان ضميره كان صاحي وما خدش الدهب اللي في الشنطة بالرغم من انه محتاج له ووقتها رحيم بيروح يقول لواحد من الزباط ان حبيبته مريم هي اللي لقت الشنطة لكنه مش هيعرف يقول ده لانه محدش يعرف انهم مرتبطين فبيقوله الشرطي انه من الافضل ليه انه يتظاهر انه هو اللي لقى الشنطة وبالفعل بيروح رحيم يصور مع الصحافة ازاي هو لقى الشنطة وبيقولهم انه خاف ياخدها بالرغم ان علي ديون كتير بس هو شاف انه اكيد ربنا هيعوضه بالاحسن وبيكون رحيم فرحان بنفسه جدا انه ظهر على التلفزيون ووقتها بيلاقي واحد من السجناء جاي يتكلم معاه وبيقوله انه مخادع وكذاب لانه رايح يتكلم بشكل كويس عن الزباط وعن السجن بالرغم انه عارف انهم فاسدين وانه معظم السجناء بينتحروا بسبب المعاملة الاسية ووقتها بيحس رحيم بالحزن وبيحس انه منافق وبيكون مش عارف ازاي يرضي كل الناس والتاني يوم بيطلب الزابط انه يقابل بهرام علشان يحاول يوصل معاه الاتفاق في قضية رحيم لكن بهرام بيقوله انه مش مسدق القصة دي خاصة ان رحيم يبقى طليق اخت مراته وانه شخص مش مسئول وبيقوله انه رحيم استلف منه فلوس علشان مشروعه لكن مشروعه فشل وماقدرش يسدد الفلوس اللي عليه وبعدها بيقول بهرام للزابط انه عاوز فلوسه في اسرع وقت يا اما هيفضح السجن ويقول انه مقلفوا القصة دي كلها وتاني يوم بياخد رحيم اجازة خاصة لمدة 10 ايام برا السجن وبعدها بيروح رحيم يعرف اخته على حبيبته مريم وبتكون فرحانة جدا علشانه وبتسأله لو هو عرف ابنه انه هيتجوزها لكنه بيقول لها انه خايف ياخد الخطوة دي لسه وفي الفترة دي بيكون رحيم حديث الملايين في ايران ومعروف بانه البطل السجين صاحب الضمير اللي قرر انه يدخل السجن بدل ما يسدد ديونه بفلوس حرام وبعدها بيتعمل للرحيم احتفال كبير جدا في مجلس المدينة وبيكون عدد كبير من الناس موجودين وفخورين به وبتعرفوا رئيسة المجلس انها هتجيب له وظيفة بعد خروجه من السجن ويقدر انه يقدم في الوظيفة من النهاردة ووقتها بتقول رئيسة المجلس للناس اللي قاعدين انهم يلموا تبرعات علشان يسددوا ديون رحيم وبتطلب منهم يساعدوا رحيم باللي يقدروا عليه ووقتها فعلا كل الناس بيطلعوا فلوسهم وناس بيطلعوا الدهب بتاعهم وبيسلموا الرحيم ووقتها بيعملوا اجتماع وبيحسبوا الفلوس اللي جمعوها وبيلقوهم انهم جمعوا عدد كبير من المبلغ وساعتها بهرام بيعترض على اللي بيحصل ده وبيقول لهم انه عاوز حقه وزيادة كمان لان رحيم كان واخد منه الفلوس بفوائد ووقتها بيطلبوا من بهرام انه يتعاون معهم اكتر من كده وما ينشفش دماغه والمفروض انه يقدر ان رحيم بطل وصاحب ضمير وساعتها بيقول لهم انه مش شايف اساسا شيء مبهر في اللي رحيم عمله ومش فاهم هما بيكرموا على ايه لان اي حد في مكانه لو كان لقى شنطة مش بتاعته كان هيرجع الشنطة لصاحبها ووقتها بيرد عليه واحد من المجلس وبيقول له ان مش كل الناس كانت هتعمل زي رحيم بالذات في حالته دي لانه شخص مسجون وعليه ديون وان اي حد في مكانه كان هيبيع الدهب علشان يسدد ديونه لكن لان رحيم بيخاف من ربنا فقرر انه ما ياخدش حاجة مش بتاعته لانه كان عارف ان ربنا مش هيسيبه وهيخرجه من المأزق اللي هو فيه ووقتها بيقول لهم بهرام انه هيوافق بس ياخد الفلوس ويتنازل عن القضية علشان ابن رحيم هو اللي بيتئذف كل اللي بيحصل ده وبعدها بيروح رحيم يقدم على الوظيفة وبيكون المدير شاكك فيه لان الاشعات كانت منتشرة عن ان السجن هو اللي اختلق القصة دي علشان يداره على حوادث الانتحار اللي بتحصل جوه السجن وساعتها بيطلب المدير منه انه يجيب رقم السيدة اللي هو رجع لها الدهب علشان يتأكده منها لكنه بيقوله انه ما يعرفش عنها حاجة لانها اتصلت على السجن مباشرة وان اخته وابنه هم اللي سلموها الدهب وهم شهود على اللي حصل وبيعرفوا المدير انه لازم يجيب دليل الاول انه رجع لسيدة الدهب علشان يشغلوا عندهم اللي حصل وبيطلب منها تتصل على رقم السيدة اللي جات واخدت منها الدهب فبتتصل اخته على الرقم وساعتها بيرد عليها سواء التاكسي اللي كان وصل الستة علشان تاخد منها الدهب وبتعرف من السواء ان الستة دي طلبت منه انها تستخدم موبايله علشان تتواصل معاها وانه ما يعرفش عنها اي معلومات وبعدها بيروح رحيم مع ابنه علشان يقابله السواء وبيطلب رحيم من السواء انه يوديلي الحي بتاع الستة صحبة الدهب ولما رحيم بيوصل هناك مش بيرضى السواء ياخد منه فلوس وبيقوله انه كان مظلوم زيه ودخل السجن لمدة سنتين ظلم وانه مش هيقبل على نفسه انه ياخد فلوس من واحد مظلوم وبيقوله انه بيتمنى انه يعرف الحقيقة وساعتها رحيم بيشكره وبيمشو ولما بيوصل رحيم للحي بتاع الست بيروح ويسأل عليها الجيران لكنه مش بيلاقيها وبيكون مستغرب جدا ومش عارف هي مين دي وبعد كده بيروح رحيم لمحل الدهب اللي في الحي بتاع الست وبيسأل صاحب المحل لو فيه ست جات قريب وبعت لي سبيك دهب فبيقوله انه بالفعل فيه ست جات من فترة وبعت له 17 سبيكة دهب والغريب انها سألت صاحب المحل لو الدهب ده كان حقيقي ولا لا وساعتها رحيم بيتأكد ان الست دي نصابة وانها مش صاحبة الدهب لانها لو صاحبة الدهب هتكون عارفة اذا كان الدهب حقيقي ولا لا وبعد كده رحيم بيرجع بيته وبيكون عنده لقاء صحفي مع التلفزيون علشان يتكلم اكتر معهم عن اللي هو عمله وبيكون ابنه فخور بيه جدا ومكلم كل صحابه وعرفهم ان ابوها يطلع في التلفزيون بس ساعتها بيتصل البرنامج التلفزيوني على رحيم وبيعرفوا انهم لقوا البرنامج معاه لان في حد اتصل بهم وقال لهم ان رحيم اختلق القصة دي كلها بالاتفاق مع السجن وان موضوع الدهب ما حصلش ولا حاجة وان القصة دي اتفق فيها رحيم مع الشرطة علشان يحاول يحسن سمعة السجن وساعتها رحيم بيقول لهم ان ابنه هيحس بالإحباط جدا لانه اتفق مع اصحابه بالفعل انهم يجوا يتفرجوا على ابوه وهو بيعمل اللقاء الصحفي لكن طبعا هم مش بيهتموا بمشاكله العائلية وبعدها بيخرج لهم رحيم وهو محبط وبيعرفهم باللي حصل وبيعتذر لابنه انه مقدرش يوفي بوعده لي والتاني يوم بيروح رحيم مع مريم واخته وابنه للشركة اللي المفروض يشتغل فيها وبتروح مريم تتظاهر انها الست صحبة الدهب وبتقابل مدير الشغل وبتعرفه كل حاجة حصلت وبتقوله انها اخدت الدهب من اخت رحيم وساعتها المدير مش بيصدقها وبيطلب منها ان يشوف الدهب بنفسه وساعتها رحيم بيتخانق مع المدير وبيقوله انه محتاج الشغلانة دي جدا علشان قصرته بس المدير مش بيهتم وبيقوله انهم مش هيقدروا يشغلوا عندهم واحد نصاب وبعدها بيروح رحيم يقابل بهرام وبيقوله انت بتعمل معايا كده ليه وعايز مني ايه بالزب مش انا رجعتلك فلوسك اللي انت عايزها ليه بتحاول تسوق سمعتي وساعتها بهرام بيقوله مايفتكرش نفسه بطل علشان طلع في التليفزيون مرتين لانه نصاب ومخادع وبيقوله ان الناس تعطفت معايا بس بسبب ابنه المتخلف اللي عنده تلعص في الكلام واول ما رحيم بيسمعه وهو بيشتم ابنه ساعتها مش بيقدر يمسك اعصابه وبينزل ضرب في بهرام ووقتها الناس بتتجمع على رحيم وبيحبسوه في المحل بتاع بهرام وبيتصلوا على الشرطة علشان تيجي تاخدوه وفي الوقت ده بتعرف مارين باللي حصل وانه محبوس في المحل بتاع بهرام وبتروح بسرعة علشان تنقذوه وبعدها بيعملوا اجتماع في مجلس المدينة وبيعرفوه ان بنت بهرام صورت رحيم وهو بيضرب ابوها وعاوزة تنشر الفيديو وان الفيديو هينتشر بكرة في كل وسائل الاعلام وكمان بنت بهرام بتقول في الفيديو ان رحيم تهجم على ابوها في المحل وضربوا من غير سبب وطبعا كل الكلام ده ما حصلش ووقتها رحيم بيعترف ليهم انه جاب شاهدة زور واللي هي مريم علشان تعمل نفسها انها الست صاحبة الدهب وتروح تشهد معاه عند مدير الشغل وبيقول لهم انه عارف ان اللي هو عمله ده غلط لكن ما كانش قدامه حل تاني وبيعرفهم كمان ان مريم اساسا هي اللي لقيت الدهب لكن الشرطة طلبت منه ان يقول انه هو اللي لقى الدهب علشان يشهروا السجن بتاعهم ووقتها مجلس المدينة بيتعصب على رحيم وبيقولوله ان الفيديو ده لو انتشر ساعتها كل الناس اللي ادود تبرعات بتاعتهم هيكونوا عايزين ياخدوها منه مرة تانية وان مجلس المدينة سمعتها تسوء وهيقولوا عليهم انهم نصبين والحال الوحيد دلوقتي انهم ياخدوا الفلوس من بهرام ويرجعوها للناس قبل ما الفيديو ينتشر فبيفضل ابن رحيم يعيط بيقولهم ان ابو مش كذاب وان كل حاجة حصلت قدامه وهو شاهد ووقتها بيحاولوا انهم يهدوا الطفل الصغير لانه مالوش زنب في اللي بيحصل وبعدها بيروح رحيم لمأمور السجن وبيتكلم مع الزابط مرتضة اللي طلب منه انه يقول انه هو اللي لقى الدهب وبيطلب رحيم من مرتضة انه يشهد معاه انه هو اللي طلب منه ده وساعتها مرتضة بيقول انه مش هيقدر يعمل كده لانه في الحالة دي سمعة السجن هتتدمر وفسادهم هيظهر وان الحال الوحيد دلوقتي ان رحيم يروح يقابل بهرام ويطلب منه انه ما ينشرش الفيديو وحتى لو اضطر انه يبوس رجليه وبيعرفوا كمان انهم هيتصلوا بالصحافة ويقولوا لهم ان رحيم خدع الشرطة وتظاهر بحوار الدهب ده وانهم ما كانوش يعرفوا حاجة عن الموضوع وساعتها بيحس رحيم بالاحباط وبيكون كل همه انه يرجع كرامته قدام الناس ومش بيكون همه انه يدخل السجن او يرجع الفلوس لبهرام وبتروح مريم مع رحيم لمجلس المدينة وبتفضل تتوسل ليهم وهي بتعيط انهم ما ياخدوش الفلوس من بهرام لانها مش هتتحمل ان رحيم يدخل السجن لكن وقتها رحيم بيقول لها انه مش مهتم يدخل السجن لكنه عاوز الفيديو بتاعه ماينتشرش وعايز ان الناس تعرف انه مش كداب واهم حاجة عنده دلوقتي انه يفضل البطل في عيون كل الناس وبيعرفهم كمان ان ابنه نفسيته اتضمرت من وقت اللي حصل وبعد شوية بيعرف رحيم ان بهرام نشر الفيديو والناس كلها شفته وتاني يوم بيروح الظابط يقول لرحيم انه عاوز يصور فيديو الابن وهو بيتكلم علشان يقول ان ابوه بريء وبكده الناس هتتعاطف معاه وبعد كده بيروح الظابط يصور فيديو الابن رحيم وبيخليه عيط وهو بيتكلم عن ابوه فبيحس رحيم ان الظابط بيستغل مرض ابنه وبيقول له انه مش موافق على نشر الفيديو ده لان ابنه صعبان عليه انه يظهر قدام الناس وهو بيتلعسن في الكلام وساعتها رحيم بيدرب الظابط وبيكبره انه يمسح الفيديو والتاني يوم بيروح رحيم يودع مريم وابنه وبيرجع للسجن مرة تانية وبالرغم انه رجع للسجن لكنه بيكون مرتاح انه مختارش الطريق الغلط وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم